اشتركوا في القناة تقدم النصر مبكرا بالنتيجة بهدفين نظيفين نمضهما إدريس الضرات وإسلام الغناية ثم تمكن التعاون من تديل الفارق بهدف فارج عبد الحافيث من ركلة جزاها ثم تمكن الموريتاني محمد لاهيا من تعزيز تقدم فريق النصر بإحرازه لدفة ثالثة بهذا الفوز رفع النصر رصده إلى النقطة الثانية والاربعين في الترتيب الثاني منصفة مع الأخضر بينما تجمد رصد التعاون عند عشر نقاط في الترتيب العشرة حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة فريقي الأنوار ودارنس التي قيمت على أرضية الأبيارة لحساب الأسبوع السابعية بل فرق المجموعة الأولى لمسابقة الدور الممتازة والتي تواصلت لنحو ثلاثة ساعات بسبب توقفها في أكثر من مرة ورغم الفرص التي تهيئت للفريقين خلال أشوطي المباراة إلا أن الفريقين اكتفايا بهدفي الشوط الثاني حيث بدر الأنوار في افتتاح التسجيل عن طريق المحترف العجي دوفو برايسا وقبل نهاية اللقاء تمكن تونسي بلال بن إبراهيم من تسجيل هدف التعادل لدارنسا بهذا التعادل بقى الأنوار في آخر تتيب المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط بينما حافظ دارنس على مركزه السابع بسبعة عشر نقطة تمكن فريق الأهل ببنغازين من تدارك تعال توري الأخير أمام الأخضر ونجح في قلب تأخره أمام شباب الجبل إلى الفوز بهدفين الهدفة على ملعب البيضاء لحساب منافسات الجولة الثامن عشر للمجموعة الثانية بالدور الممتازة افتتح أنسي الورفة للنتيجة لشباب الجبل في الشوط الأولى ثم نجح عبدالله الغرفي في إدراك التعادل مع بداية الشوط الثاني من علامة الجزاء قبل أن يجح أبو بكر بوعقيلة في إحراز هدف الفوز الثاني لفريق الأهل بنغازي هذه المباراة التي انتصر فيها الجزارة هي الأولى للمدرب المؤقت للفريق التونسي أنيس بوجلبان والذي يقود الفريق إلى حين وصول المدرب الجديدة بهذا الفوز قاد المدرب التونسي المؤقت أنيس بوجلبان فريق الأهل ببنغازي إلى النقطة السابعة والأربعين في صدارة المجموعة الأولى بينما توقف رصد شباب الجبل عند النقطة السادسة عشر في الترتيب الثامن وفي منافسات المجموعة الثانية حسم التعادل السلبه مباراة المدينة وضيفه الخمسة في المباراة التي جمعتهما على ملعب طرابولس ضمن الجولة الثامن عشر هذه نتيجة اضاف فريق المدينة النقطة العشرين لرصيده في المركز الثامن بينما لم ينجح الخمس في وقف نزيف النقاط يضيف النقطة الواحدة والعشرين إلى رصيده في الترتيب بالمركز السابع قاد ويسان بوسنينة ومحمد الغنودي فريق الماء الأهل بطرابولس إلى الفوز على الوحدة بهدفين دون مقابلة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب طرابولس لحساب الأسبوع الثامن عشر لمسابقات الدور الممتازة وبعد شوط الأول سلبي النتيجة تمكن المدافع التونسي ويسان بوسنينة من افتتاح النتيجة لفريقه ليواصل زملائه سيطرتهم المطلقة على مجريات المباراة التي شهدتها دقيقتها السادسة والسبعين خروج البطاقة الحمراء في وجه لعب الوحدة عاطف عليه لتحمل الدقيقة الواحدة والثمانين الهدف الثاني لفريق الأهل بطرابولس بإمضاء البديل محمد الغنودي بهذه نتيجة رفع فريق الألبي طرابولس رصده إلى 40 نقطة في الترتيب الثاني لفرق المجموعة الثانية بينما توقف رصد الوحدة عند النقطة الخامس عشر إلى أزليت حيث حقق فريق السوحلي فوزا ثمينا على ضيف رفيق بهدفين لهدفه في مباراة الجولة الثامن عشر للدور الممتازة افتتح السوحلي نتيجة مبكرا عن طريق البرازيلي ماتيوس ثم تمكن رفيق في إدراك التعادل عند الدقيقة العشرين عبر محترفه الكاميروني كريستيان نابوتا من علامة الجزاء بينما حملت الدقيقة الثانية والستين هدف الفوز للسوحلي عن طريق عبد الرحيم تريكي بعد الفوز رفع السوحلي رصده إلى 25 نقطة في المركز الخامسة في المقابل توقف رصد رفيق عند النقطة الرابع عشر في المركز الثاني عشر والأخيرة بالرأس عبد الرحيم يدع الكورة في مرمى حمسة البرجي اخترت لجنة التحكيم العامة باتحاد الكرار وأسأل لجان الفرعية أن اختيار وتبلغ الحكام المكلفين بإدارة مباريات الدور الممتازة مسؤولية لجنة التحكيم العامة وذلك لحساسية المباريات المتبقية من الدور بحسب نصر رسالة الممهورة بتوقيع نصر دين جرين رئيس اللجنة كما حددت اللجنة بشكل مبكر موعد اختبارات الكشف الطبي واللياقة البدنية منتصب شهر سبتمبر القادم وذلك استعدادا لانطلاق منافسات الدور الممتاز للموسم الرياضي 2021-2022 في أكتوبر القادم تنطلق الثلاثاء القادم مباراة الأسبوع الأول لمسابقة الدور السوداسي لكرة القدم داخل الصلاة للموسم الرياضي 2020-2022 بإقام الثلاثة مباريات بقاعة 17 من فبراير حيث سيتبار في اللقاء الأول الاتحاد مع الاتحاد المصرطية ويلتقي في المباراة الثانية السوحلي والأولمبي وتجمع المباراة الأخيرة فريق الغيران واتحاد غريان كما سيتبار في اليوم نفسه ضمن المجموعة الثانية النصر والرجمة على الأرضية صالة النجمة وفي اللقاء الثاني السلاوي واجه المجدة أهلا للاتحاد العربي لكرة القدم تأجيل إقامة النسخة الرابعة من بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 عاما بشكل مؤقت بعد توصيات من وزارة الصحة المغربية بخصوص الإجراءات الاحترازية ضد تفشي الفايروس المستجدة البطولة كان من المقرر قامتها في المغرب خلال الفترة من 29 من يونيو حتى 14 من أغسطس المقبل بمشاركة 16 منتخبا وكانت الخرعة قد وضعت منتخبنا الوطني في مواجهة نارية بالمجموعة الثانية مع منتخبات الجزائر والإمارات والجيبوتي ترجمة نانسي قنقر